يلا طلابنا مساء الخير شرم حاضرة أنسجة النظر الثانية مرحلة الثالثة تعريف طبعا موضوع الانفلميشن الالتهاب هو موضعية استجابة استجابة موضعية تمام لو لا تشوي الأنسجة الحية اللي هي الوعائية حية تشوي الأنسجة لأستمر يعني المحفزات الاندوجينوس الداخلية شو يعني الداخلية يعني الالتهاب سببه من داخل جسمك مثل البكترية الطبيعية الموجودة بالمعدة أو البكترية الطبيعية الموجودة بالفم أو البكترية الطبيعية الموجودة بالأذن ما أعرف عندنا هواي بكترية الله مخليها هاي طبيعية يشغلها هنا فمرات يصير خلل فتسوي الالتهاب تمام لو لا هاي نسميها اندوجينوس داخلها الاكزوجينوس تلعب طوبة تنكسر رجلك صار التهاب هاي خلص هذا اكزوجينوس أي شيء من البيئة فهو استجابة موضوعية للخلايا الحية أو الأنسجة الحية منيا استجابة من الإكسيوجينس والإندوجينس المحفزات الخارجية والداخلية تمام بعدين اشقال لك إذا تير مصطلح أو اسم هذا ما الانفلميشن ما الالتهاب درايفت مشتق فروم من لاتين انفلميريا كلمة لاتينية اسمها انفلميريا اللي هي مينينغ تعني البيرن الحرق أو الاحتراق فخاف يقول لك كلمة لاتيني منين جاهد قل لك بيرني مو معلم ومهم مهم الالتهاب الالتهاب عذرنا مش في التليفون هنا يعني ديزاين يهدف تحديد والتخلص أو قتل العامل المسبب ويقلل التشو انجري اصابة النسيج التشو النسيج انجري اصابة تمام لو لا طلاب بعد شي قلكنا هاي اهم معلوم وذوس وبالتالي الانفلميشن الالتهاب استجابة فيسيولوجية تانجري للاصابة يعني شنو بين قوسين بروتكتف يعني هي حماية اذا هاي الاستجابة هي مو المرض هي تحميلها من المرض يعني اذا عندها خلية بالرأة صار بها التهاب يعني شنو يعني هذا الالتهاب راح يغطي الخلية حتى ما تعبر على اختها فالالتهاب يقلل انه المرض يقلل انتشار المرض يعني حتى ما تعبر اسمع الخلية لبصفة ووراها لبصفة ووراها لبصفة فيصير التهاب حتى يقلل الانتشار فهي بروتكتف عملية حماية تمام هس الربير الاصلاح الاصلاح رفير يوشير تدير ريستوريشن ريستوريشن يعني استعادة التشو ارشتكتر اسمه ارشتكتر يعني البنية مال النسيج والفنكشن الوظيفة اذا نستعيد البنية والوظيفة بيها طرق نستعيدهم باي بواسطة الريجينريشن اعادة التوليد والهيلينج الاصلاح خش الكوزز لاسباب فايسكل اللي هي جسدية اللي هي ميكانيكال انجريز السبب ما ل�صابة الفايسكل يعني الجسدي للاصابات الميكانيكية والاصابات الجسدية الالتريشن التغيير بتنبرش درجة الحرارة البرشأ الضغط والراديشن رشاعد ل estratي لا نكرهم بالفايسكل الكميكال ايجينd العوامل الكيميائية اللي هي الدراج العلاجات والتوكس السموم البيولوجيك اللي هي البكتير والفرسات والاميونولوجيك اللي هي الهايبر سنستيف اللي هو فرط الحساسية والأوتو اميون اللي هي المناعة الذاتية تمام وقلنا الجسم المناعي أو الجهاز المناعي سواء انتم بديو يهاجم الجسم هاي نسميها مناعة ذاتية خوش واخير شي جينيتيك اللي هي القوت النقرص والديابتز المرض والسكر تمام هس طلاب النيمو كالتشر تسمية مفتش مهم بس بيها معلومات حلوة قال لك النيمو كالتشر تسمية مال انفليمرتريليجين مال يشار اليها باي سفكس سفكس يعني مقطع يا مقطع اتز يعني الكلمة نهايتها اتز هذا المقطع ما دعم اتز يعني التهاب مثل من مثل الابندكس هاي ما الزاد الدودية شنسم بيها ابندكتز اللي هي التهاب زاد الدودية بعد المنجاي تمام نسميها المنجاي تز التهاب السحاية يقلك هاو افر على كل حال لايك ان يرول مثل اي قانون هاز اون اكسبنشن اكو استثناءات او شواض يعني هاي الاتز بكل الالتهابات لعق لك اكتشم كلمة كلمتين شاغ ذات عن هاي القاعد يعني الكلمتين اللي ما ينتهن باتز بس هنه يشيرن الى التهاب الكلمتين هنه النيومونية التهاب والتيفو ايد في فرح هما التايفو ايد ما بيهن اتز بس هنه التهاب نكمل هسه طلاب التصنيف مال الالتهاب طبعا يقلك يصنف بيس على اساس الفترة مال الليجين مال الافة عذرا خوش على اساس الفترة مال الالتهاب او الافة الليجين يعني اافة او اصابة والهستولوجك المظهر النسيجي على اساس ذنو الشغلتين راح نصنف شنصنف على اساس ذنو الشغلتين نصنف اكيوت حاد يعني التهاب حاد والتهاب مزمن خب واتري قلك شو نصنف منه التهاب حاد والتهاب مزمن على اساس تقلع على اساس الفترة وعلى اساس النسيج شنه انواع الالتهاب حاد ومزمن استجابة مبكرة تمام فترة قصيرة تبقى منت دقائق خوش زيان الخراج اللي هو الفلود السوائل وبروتينات من البلازمة زيان انطيني الخراج او التصانيف اللي هي المكونات مع الالتهاب شو المكونات مصل خوش ومطيك هناك بس المصل خلاص ومطيك هناك تعريف الابسز الخراج او المصل الخراج الخراج يعني هاي الويت بي سي ازاي اكيومليشن تراكم البص يعني الويت بي سي تمام تراكم الويت بي سي مع دستركشن الحطام ما لاتشوه ما لالانسج يطينا ابسز خراج وكلكم شايفين الخراج تمام الكترال طبعا هو شون نقاط السود يعني النزفي والنزفي هذا ميوكس سيريز مصل بيرلنت قيح وهيموريج نزف فايبر صليفي وهو كروبز كروبز يعني خناق او مرض الخناق اللي هو ديفيثريتك ديفيثريتك هاي البكتيريا اللي يسوي لنا مرض الخناق فمطيك هناك اثنين تمام البيرلنت اللي هو القيح اللي هو الابسز الخراج والفليغمون تمام هسه وبعد شنو الهيموروجيك نزف والبترفكتف اللي هو احنا نسميه العفن الدموي خوش نكمل نكمل هنا 5 علامات الخمسة ما للأكوت انفلميشن اكو خمس علامات للأصابة الحاد دياها النخل نشوفن اول شي ريدنا سلح مرار وبعد نكمل هسه طلاب نكمل نقطة ثانية الهيت الحرارة الاسويلنج الانتفاخ البين الالم اللوز خسارة الفنكشن الوظيفي اكيد مني نهار الناس يجب لاخر يخسر وظيفته بعد خوش فقط اعداد ذنياريتهم يقل لك هنانا الاكوت انفلميشن الالتهاب الحاد كتغريز يصنف انتو الى ايرلي فاسكولر عند ليت سلولر اللي هو وعائي مبكر فاسكولر وعائي ايرلي مبكر ليت متأخر سلولر خلوي رسبونس استجابة اما استجابة وعائية مبكرة واما استجابة خلوية متأخرة تمام ولا ولا نجحة استجابة الوعائية المبكرة بها خمس نقاط اول شي الامديايت اللي هو الانقباض تمام اللي هو طبعا الامديايت يعني الفوري الفور راح صعدنا القباض فاسكولنكريشن ينقبق حتى يزداد التدفق مال الخلايا حتى نروح لمكان الاصابة تمام نوصل الخلايا وخاصة الخلايا البيضاء اللي داخل مجرى الدم ونطلحها من مجرى الدم نوديها لمكان الاصابة بس شون اول شي نوصلها نضغط الاوعية حتى يزيد تدفق شلون الصنده سدع دخمان ما خلا صبعك عليها راح يزداد التدفق مال الماء اللي طالع من الصنده يعني فدمثل شعبي شوي خرج الفاسكولنكريشن اللي هو البعديين الارتياح او الاسترخاء او التوسيع تمام والأفتر ذا بيس مرحلة زيادة البلوت فالو يقل لك بعد مرحلة زيادة التدفق اللي هي اي راح شي صير عدنا بصير عدنا زيار تباطئ البلوت فالو اللي هي تباطئ تدفق الدم هذا الباقي كل اكس يعني ذا انها ممكن لش مهمات نقل بورقة راح نرقى عدنا شنو السرر الرسمون سالاستجابة الخلوية هذا اللي مهمات ميغريشن هجرة رولينج تدحرج باذمنشن اللي هي شنو باذمنشن باذمنتينج اللي هي التراصف او التراص تمام بعدين يصر عدنا ادهجا الالتساق هالالتساق الانجذاب الكيميائي مادة كيميائية تنطلق وتجذب الخلايا والفاقوسايتوز البلعمة خوش لا طبعا نقل لك نورمالي بلوتسيا الخلايا الدموية الاعتيادية مثل تعتبر سنترال هي سنترال اللي هي محورية او مركزية اما البلازمة تعتبر بيرفرال طرفية هاي سنترال هاي بيرفرال خوش طبعا هنانا عاية النفسية انذني ما قاريت هنا خوش لو لا نقوم بورقة تمام ما عرف محابرة طلوة شنو زيان اه احنا نقل لك الاتهجن الالتساق موليكل شنو جزيئات الالتساق شنو شنو يساعدنا على الالتساق اول شي سلكشن الاميونو الانتغرين تمام وهذا الانتغرين يقول لك الذي ينتج الاتهجن الالتساق اللوكوسايت والذي اندوثيليون ذنر تلافة راح شنو رزولت ينذجه من الاتهجن الالتساق اللوكوسايت الخلايا البيضاء مع الاندوثيليون مع البطانة خوش نكمل تمام ترانزميغريشن ما عندبي اشي اسكيب هروب فروم ذا فينس هاذ هو مو هروب هو من انا اريد استجابة سريعة عود على ما الجسم يسوي خلايا وكذا اريد استجابة سريعة الشغلات جاهزة الوايت بي سي هي خلايا موجودة قبل الاصابة اصلا فهي يصير اثناء الاصابة اقدر استخدمها فيصير شنو يصير اللوكوسايت اسكيب تهرب من الفينوز الوعاء او الشي اسمه الاوعية والشراهين الدقيقة والصغيرة فقط اكشنالي احيانا فروم كابل الاريزي اي احنا تطلع من الاوعية من الاخير كل انواحها الحركة باي اكستندينك تمدد السيودو بوديا اللي هي الاقدام الكاذبة اذا اللوكوسايت شون تطلع من الوعاء تتحرك خلال الاقدام الكاذبة زين خلال الجدار الوعائي اكر تحدث باي بروزز عملية كيل تسمى الداي الداي بيديسز اللي هي الانسلال او الخروج خوش ذكرت اي خوش فهاي مهمة جدا رح تيجي كبير امتيحها 100% the most important الاكثر اهمية الميكانزم الالية most الاكثر important اهمية الميكانزم الالية اللوكوسايت ميغريشن الهجرة اللوكوسايت الزفية عن طريق ويدنينج توسع الانتر اندوثيلر الجنكشن التقاطعات البطانية افتر اندوثيلر سيل كونتركشن بعد تقلص البطانة الخلوية ما اريدها خوش the basement membrane الغشاء القاعد of disrupted and released يطلق therefore هاي مريد خوش الكيموتاكسيز الانجذاب الكيميائي صار تقول اشتغل الانجذاب الكيموتاكسيز التجاه واحد اترك اللوكوسايت from the vascular formation and escape from the most important الاكثر اهمية الكيموتاكسيز فاكتر العوامل فاكتر العوامل الكيموتاكتك اللي هي الكيميائي او الانجذاب الكيميائي المست الاكثر important اهمية for nitrofeal لل nitrofeal اكثر عامل يجذب nitrofeal يجيبها منو هي المكملات الجهازية خوش او نظام المكملات هذا نظام المكملات اللي هي C3 C4 وكلا والآخر خوش والبكتريال والنظام البكتري والميتو كوندر والمنتجات الميتو كوندرية مثل من مثل التمثيل الايضي الميتابولك اللي هو الايض خوش المتمثل بشنو الليكو Trine B4 والسايتو كينيز والانتر روكين الثمانية والقرانيولوسايت والمونوسايت تمام ذنني كلهم طلاق كلهم هي عمل انظمة شنو تجذب لنا nitrofeal يقل لك نظام المكملات ونظام البكتري ونظام المنتجات الميتو كوندرية بالايض يا هنالمنتجات البي فور والسايتو كينيز والانتر روكين الثمانية تمام بعدها نقال لك جميع القرانيولوسايت الحبيبيات اللي هي الحمضة والقاعدة والعدلة والمونوسايت والليسر وبشكل أقل الانفوسايت رسمونس تستجيب تي كيمو تاكت ستمل لأنك اوه موفد معلم ختوالي هوافر لوكوسايت سي تسميل هاي لوكوسايت هاي لوكوسايت سي ترى أو رسميل أو تشوم الكيمو تاكتك ايجنت العوامل الجاذبة هي اشلون تعرف انه اكشي جاي يجذبها وهذا بسبب الرسبتر المستقبلات على الغشاء الخلوي اللوكوسايت اللوكوسايت على الغشاء مرتاك مستقبلات ريئك تتفاعل مع الجاذبات تنشيط الفوسفولايباز هاذا هو يجذب او الجاذبات رح يتفاعل مع الفوسفولايباز الفوسفولايباز وين موجود على الغشاء الخلوي هاي الجاذبات رح يتفاعل النواياه من التفاعل النواياه هو يجي بالخلية ويجي تمام لولا ويؤدي الى ريليز اطلاق سايتو سولك كاليسيوم ايون وذيس ايون هذا الايون يجذب السيل موفمنت اذا تحفظ هذا اللي راح يجذب الجاذبات يجذب عن طريق شنو عن طريق سايتو سولك كاليسيوم ايون خلص ان شاء الله بسيطة كل شي خوش هنا عدنا الفاقوسايتوز البلعمة فقط التعريف يقول لك هي بروز عملت ابتلاع ابتلاع شنو اول شي ابتلاع المايكرو ارغانز مكانات دقيقة مثل البكتيريا وغيرهم الدمج سيل الخلايا التالفة التشو دبراية الحطام المال انسجة تشو انسجة دبراية حطام الخلايا البالعة المبلعمة ايها الخلايا اللي نحن نسميها بلعمة يعني كلو تتضمن البولي مورفو نيوكلر الخلايا البيضاء البولي متعددة مورفو شكل نيوكلر النوا اكو خلايا شكل نوا مالتها مثابت ايها نسميها نتروفيل فاول وحدة اللي هي النتروفيل او هذا اسمها الطويل كيفك والمونوسايت والماكروفيل شكل ثلاثة هنه مبلعمات هذا قضية الميدييتر الوساط الكيميائية انا ما ادخل بها شوف اقول اول شي صير اصابة انا طبعا كتبتها بالعربي هنا انه هنا ما شفتها بس من نها يفهمتها صير اصابة بعدين صير وسيط كيميائي الوساط الكيميائي سوي التهاب حال تمام وهنا مطيك وساط كيميائي بالجدول ما ادر هي داخلة او لا داخلة تحفظونها ما داخلة تخلونها تولي وخلصة المحاضرة